أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة داعياً لوقفة إنسانية لإطلاق النار أعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء توسيع العمليات البرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مصحوبة بغارات جوية مكثفة كما أعرب أيضاً عن أسفه لكون ثلثي الشهداء من النساء والأطفال وجدد جوتيريش تأكيده على أن مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة حتى هذه اللحظة يعد غير كاف على الإطلاق ولا يتناسب مع احتياجات سكان القطاع ما يؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية